بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ومالكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أسرة الغالية والعزيزة أسرة أسر العارفين معكم محمد علي كل شخص عنده تعطل في معاملته أي إنسان لازم إننا بيقابلنا بعض العصارات في الحياة بعض الأمور المتوقفة في بعض الأشخاص بيكونوا مستغلين في بعض المصالح في بعض التعاملات مع الناس أمورك المادية ليك أموال عند حد مش قادر أنت تتحصلها منه ليك رغبة في الزواج من إنسانة أو في أمور بتتعصر معاك أو في تعصرات مادية أو في رفض باستمرار رغم التمسك أو في مثلا إن أنا بقدم على وظيفة وفيها محسوبية وفيها وساطة أو أنا عندي ألأ شديد إن أنا ممكن اترفض من هذه الوظيفة رغم إن أنا أستحقها عندي رغبة في دراسة معينة والأمر صعب عليها عندي رغبة في السفر أو الأقدام على عمل تجاري أو عمل مشروع معين وفيه عارف إن فيه منافسين شرسين أو بيحاولوا إنهم يدمروا معاملي أو تجارتي بطرق غير شرعية هذا الورد وهذا العمل هتكلم عنه النهاردة من المجربات القاطعة في تيسير المعاملات المادية والتجارية والحياتية والعلمية والزوجية الناس اللي عندها تعطيل في الزواج أو كل ما تشرع في موضوع الزواج يحصل عندهم رفض الناس اللي بتشرع في عمل مثلا مشروع أو بيحصل دايما فشل وضياء للمال أو ضياء لرأس المال أنصحك إن أنت تداوم أو تعمل أو تنفذ هذا الورد وهذه المجربة القرآنية العظيمة بتحقق فيها كل أمر عسير عليك بيتيسر وينقضي الأمر من المجربات القاطعة والمؤكدة هتحدى بها أي شخص ينفذها من أسرار وتجليات القرآن الكريم بيحصل تعديل لطاقة اللي موجودة حواليك تغيير للأشخاص رغما عنهم مهما كانوا مستغلين أو سيئين أو أشخاص مرتشين أو أشخاص حاقدين وحاسدين يعني بمزاجهم أو غصب عنهم هيحصل منهم إيجاب في تيسير أمورك بأمر الله رب العالم كمان إخواني الكرام الطريقة هنفع جدا للناس اللي مثلا عندها أعمال شقة أو بتنارس أعمال شقة أو أعمال ذهنية أو أعمال فكرية مجهدة جدا ودايما حاسس إن أنا مجهد أو حاسس إن أنا مش قادر أنفذ العمل بتاعي عليك بهذه الطريقة هتنفعك جدا جدا كمان للنفع للناس اللي بتعاني من نفور الأزواج زوجي بيعملني وحش أو زوجتي بتنفر مني أو زوجتي عنيدة أو زوجي عنيد تنفع جدا كمان للناس اللي بتشتكي إن زوجها مثلا كسير التدخين أو بتناول المخدرات أو عنده صحبة سيئة مسيطرة عليه أو عنده أقارب سيئين مسيطرين عليه بتنفع جدا للأولاد اللي عندهم آآ قسرة التعرض للحسد قسرة الوقوع في مشاكل ومسيطرين للمشاكل بتنفع جدا للبنات اللي عندهم نفور من الخطاب يعني ما يجي يشوفها شخص يرجع وبدون سبب ما فيش سبب واضح إن البنت يحصل عندها نفور أو الناس تبعد عنها أو يتعطل زوجها نفع جدا وقوية جدا في هذا الموضوع هنيجي للطريقة طريقة جميلة جدا 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 وبتعتمد على آية واحدة فقط من صورة الفتحة مفيش أبسط من كده صورة الفتحة سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لك من لم تشفيه الفتحة فلا شفاء له صورة الفتحة مش بس لها فوات شفائية لعلاج الأمراض الجسدية أو الأمراض اللي بيعجز عنها الطب لأ لها إعجازات قوية جدا عملنا عنها حلقات حقاية معجزات قوية مع الناس فضل رب العالمين في شفاء الأمراض الروحانية النهاردة كمان هنعمل آآ حلقة النهاردة أو الفائدة أو المجربة النهاردة من صورة الفتحة وآية واحدة فيها فقط لتيسير المعاملات والأمور اللي أنا شرحتها سابقا الطريقة بتعتمد أن أنا هجيب ورقة بيضاء بدون سطور مهم جدا أن أنا في أي علاج أو في أي أمر هستخدم في القرآن الكريم تكون ورقة بيضاء بدون سطور أو لو ما عندكش ورقة بدون سطور أي طبق أبيض اللي هو اللي بقوله عليه في مصر الطبق الصيني الأبيض بدون رسومات آآ اللي هو الزجاجي أو أي أن يكون طبيعته ايه ولكن الفضل يكون زجاجي أبيض بدون رسومات وبكتب عليه آآ أو قبل ما ابدأ بقى عليه زي احنا تعودنا خلاص في أصير العرافين بشحن هذه الورقة أطهارها من أي صفة مادية فيها بشحنها بمفتاح نجاح الأعمال وهي نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تسعتاشر مرة عادة حروف بسم الله الرحمن الرحيم ونقرأ الصلاة على سيدنا نبي وهي قريبة من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوة تسعتاشر مرة وبعدين أقرأ صيغة صلاة الفاتح تسعتاشر مرة اللي هي بتقول اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لصراتك المستقيم وعلى اللهك قدر المقدر العظيم أقرأ تسعتاشر مرة بعد ما قرأت بجيب ألم حبر الزعفران مفيش قلم حبر الزعفران. اي قلم حبر غزائي بتلاقوه في السوبر ماركت او المكتبات الكبرى. بتلاقوه في القسم الخاص باقلام تلوين الاطفال. اللي هو انا عايزة حبر الغزائي. او بتعمل حبر الزعفران موجود عندك حلقة في قناة اصير العارفين لطريقة تحضير حبر الزعفران. او بتقدر تحصل عليهم من متجات القناة. ببدأ اكتب فوق هنا بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة فقط. صلاة الفاتح مرة واحدة فقط. وبعدين بكتب صورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كتبت البسملة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد وياك نستعين. اقف عندي اياك نعبد وياك نستعين. واكررها مية واربعتشر مرة. اياك نعبد وياك نستعين. اياك نعبد وياك نستعين. اكتبها مية واربعتشر مرة. الورقة ما كفتش. استخدم ورقة تانية. ما اكتبش في الظهر. اجيب ورقة تانية واشحنها برضو. واكتب عليها لحد ما تكمل المية واربعتاشر مرة. بس ورقة واحدة فقط بالحجم اللي انت شايفها ده. لو انت عملت خطك منظم ومهزب. هتكفي معاك المية واربعتاشر مرة وهطفين. وبعد ما انتهي من المية واربعتاشر مرة اكمل الصورة. اياك انا عبدوا اياك نستعين اهدنا الصراطة المستقيم. صراطة الذين انعمت عليهم. غير المغضوبة عليهم ولا الضالين. انتهيت من الصورة. اختم تحت بالصلاة على سيدنا النبي. انا افضل صيغة صلاة الفتح. اكتبها مرة واحدة فقط. بعد ما انتهيت من الكتابة. بابدأ اعترها بدهن الريحان. دهن الريحان او دهن العود او مسك الغازال الاسود. وفي هذه الطريقة انا بفضل آآ زيت الريحان او زيت المعرفش في اياك اناك دولة بتاعتك اكتب في جوجل آآ الاسم زيت الريحان او الريحان. هتطعلك اسمه في دولتك. آآ وبتبدأ تعطر الورقة بتاعتك. تبدأ تقرأ نفس اللي انت كتبته على الورقة. اقرأ الصلاة على سيدنا النبي تسعتاشر مرة او ميت مرة. انا افضل ميت مرة. اقربها من الفم بعد ما انتهيت من القراءة ان كانوا ورقة او ورقتين. اقرأ الصلاة على سيدنا نبي ميت مرة. وبعدين اقرأ صورة الفاتحة. وقاجي عند اياك انا عبدو اياك انا استعين. اكررها مية واربعتاشر مرة. واكمل الصورة للاخر. وبعدين اصلي على سيدنا نبي تسعتاشر مرة. وكده بقت هزي الورقة جاهزة معايا. بغلف هزي الورقة بحملها معايا في اماكن المعاملات بتاعتي او يعني اقدامي على عمل او شروعي على عمل دايما اكون حاملها معايا. ممنوع دخول الحمام بهزي الورقة. ولكن ازا انت غلفتها باغلاف بلاستيكي واضعتها مسلا في العازل بلاستيكي او الكلام ده. يفضل برضو ان انت ما تخلش بها الحمام. بينفعش ان احنا نحملها في فترات العزر الشرعي بالنسبة لاخواتنا البنات والسيدات. عايز ارفع كفاءة هذا العمل. الناس اللي عندها نحس او تعطيل او عندها سحر توقيف. الاشخاص العاديين يكتفي بهذه فقط. طب انت عايز تضعف المفعول او عرفت ان انت عندك سحر تعطيل او منصاب دايما بالعين والحسد. ميسبب لك وقف معاملاتك او عندك نفور او نفور في موضوع الزواج او اه اولادك عندهم نفور في موضوع الخطاب يجي عريس يشوفها ويمشي او نفور من الزوج. انا خلاص بعمل النسخة اللي بحطفز بيها. وببدأ اعمل نفس اللي فات او نفس الخطوات السابقة على طبق ابيض. مش ورقة بيضة بقى عشان اعرف ان انا امحي. آآ اللي انا هكتبه على الطبق اللي ابيض. هنفترض ان ده طبق ابيض امامك اللي هو زي ما نقول عليه كده طبق الصيني في مصر او الطبق الزجاج. وابدأ اكتب عليه فوق بسم الله الرحمن الرحيم. مرة واحدة فقط. ابدأ اكتب عليه الصلاة على النبي صغط صلاة الفاتح مرة واحدة فقط. واجي عندي صورة الفاتحة. اكتبها وعند اياك نعبدو اياك نستعين. احنا لو الطبق ما كفش او طبق عندك حجم صغير. هنكتفي ان احنا اكتبها سبعين مرة فقط. لكن لو الطبق كبير اكتبها مية واربعتشر مرة. وبعد ما تخلص اياك نعبدو اياك نستعين مية واربعتشر مرة. انهي الصورة. واختم بالصلاة على سيدنا النبي. انت مش محتاج تقرأ على الطبق بس لو حبيت ترفع مفعول اكتر. اقرأ الصورة بنفس الطريقة اللي انت كتبتها. صورة الفاتحة مرة واحدة فقط. وعند الاية اياك نعبدو اياك نستعين اقررها مية واربعتشر مرة. وانهي الصورة واصلي على سيدنا النبي. تسعتاشر مرة او مية مرة. وبعد كده بجيب الطبق. بفرغ عليه زيت الريحان. الطريقة دي. انا افضل معها زيت الريحان. بفرغ عليه زيت الريحان. وادوب الكتابة اللي موجودة في الطبق. وارجع اعبيها في الزجاجة بتاعتها او الطولة بتاعتها تاني. واستخدم هذا الديهان عند الزهاب للمعاملات التجارية في حالة الزهاب لمقابلة زوج او العريس او الشخص الخطيب اللي بتقدم او الشاب اللي بتقدم. او رايح اتقدم مسلا وخاف ان انا اترفض اتعطر من هذا الديهان. بحيث ان انت لو عندك اي نوع من انواع الطاقات السلبية النتجة عن السحر او العين او الحسد او نشاط في القرين او وجود تابعة او وجود المس القديم اي امر من هذه الامور بيقضي عليه تماما. بس كده لا احنا حابين نرفع طاقة الزكر اكتر واكتر واعرف ان انت في اسرار العارفين. وده مبدأنا اللي احنا مشينا عليه وده سر نجحنا الحمد الله رب العالمين. ان احنا بنربطك بالذكر. بنعلق قلبك في محبة اللي عز وجل. بنخلي قلبك يستلز بطعم الزكر. ما اسهل ان فيه مجربات سهلة وبسيطة جدا. وتحقق غرضك واتكلت على الله وانتهى الموضوع وبعدتنا عن رب الاتين. احنا غرضنا الاول والاهم ان احنا نربطك بالذكر والقرب الى الله عز وجل. الى طريق الله عز وجل. اسمنا اسرار العارفين. العارفين او معرفة الله او حب الله عز وجل. والقرب من الله عز وجل. عايزين نرفع طاقة الزكر لتيسير الامور. احنا عارفين ان احنا عملنا قبل كده حلقة بسم الله الرحمن الرحيم لقضاء الحاجات. والحلقة السابقة عن اه قضاء الامور المادية المستعصية. وتيسير الدخل المادي. وتيسير الرزق بامر الله رب العالمين. عايزين نضعف الزكر بتاعنا. احنا خلص عملنا الديهان بنتعطر منه صباحا ومساء وتعطر منه عند الذهاب للمقابلات. بالنسبة لاخواتنا البلاد منفعوش نستخدمه هذا الديهان. لان الديهان اخذ حكم القرآن الكريم لانه اتكتب ايات من القرآن الكريم. وتحلت في هذا العطر او هذا الزيت. منفعوش نتعطر منه في فترات العزر الشرعي. ممكن تحملي دي معاكي في حالة ان هي تكون مغلفة. آآ ممكن نعمل نفس الطريقة برضو ونحلها في المياه او نمحيها في المياه ونشرب من هذه المياه ونمسح الجسد ده دي حلقة نخليها حلقة تانية لوحدة لعلاج السحر او لعلاج اي شيء من اصار العين والحسد او المص القديم او التابعة بتحله وتنهيه تماما وتبطله تماما بامر الله رب العالمين لو انت حابب ان انت تنفذها نفس الخطوات بس بتعملها على ورقة او على صحن وتحلها في المياه. نيجي بقى المرحلة رفع طاقة الزكر. رفع حالة الحالة الحالة اليقينية والحالة الايمانية. مفيش اجمل من ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأها وندوم عليها طوال آآ تنفيذ هذه المجربة. وانا ما بحددهاش بمدة لان هي النتيجة بتاعتها فعليا بتظهر من اول يوم. اي معاملة بتزهب اليها بتنقضي وبيتم نجاحها بامر الله رب العالمين. حاببين نرفع طاقة الزكر بعد صلاة الفجر نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. سبعمية ستة وتمانين مرة او تسعمية واثنشر مرة وانا افضل تسعمية واثنشر مرة واركز هذا العدد جميل جدا 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 في تيسير المعاملات. في قضاء الحاجات سبعمية ستة وتمانين وتيسير المعاملات والامور الوقفة وتيسير الزواج تسعمية وتناشر. طب انا مش قادر اقرأ التسعمية وتناشر ولا سبعمية ستة وتمانين بعد صلاة الفجر. ايبقى هنكتافي ان انت بعد كل صلاة او بعد كل فرض من الفروض الخمسة. تقرأ في كفيك الاتنين امام الفم. بسم الله الرحمن الرحيم خمسين مرة ومن انساش الصلاة على سيدنا النبي. بسيغة صلاة الفاتح. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبك. ناصره لحق بالحق ولهادي لسراتك المستقيم. وعلى قال حكا قدر ومجدار العظيم. وبعدين اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم خمسين مرة. بعد كل صلاة وامسح على وجهي وعلى جسدي. آآ ده يكون وردك. طب. آآ انا انصح بايه? انا انصح ان انت تعملها تسعمائة واثناشر مرة بعد صلاة الفجر وتواظب عليها. وشوف العجائب. لا تغيير الجزر اللي يحصل في حياتك. من تيسير في المعاملات راحة نفسية. زهاب للعوارد. زهاب لمنحس. صعوبة تأثير العين والحسد فيك. منامات ورؤة طيبة جدا. شعور بالناس السيئين والناس الصالحين. هتلاقي الناس السيئين بتبعد عنك. ولو ليك مصلحة عندهم بمزاجهم غصب عنهم هينفزوها لك بامر الله رب العالمين. انصح ان كل من يواظب على ذكر او على طريقة معينة ما تعملهاش زي وصفة ان انت دخل تطبخ وتقولها مش رفت عماية حلوة ولا وحشة. الموضوع مش كده خالص. التعامل مع الذكر والتعامل مع نورانية القرآن الكريم بيلزم يقين بيلزم ادب مع الله عز وجل وحسن ظن مع الله عز وجل. اليقين هو مفتاح نجاح الاعمال والاستغفار وكسرة الصلاة على سيدنا النبي والمطعم الحلال. لازم يكون مطعامي حلال. طب انا شاكك في في دخل المادي او شاكك في امور. حاول تطاهر دخلك وبعدين نفذ المجربات بامر الله رب العالمين مع اليقين. هتلاقي نتائج عجيبة وقوية جدا جدا. اخواني الكرام الناس اللي عندها تعصرات تحافظ على نظافة المنازل. الناس اللي عندها تعصر في امورها ومعاملاتها او تعصر في الزواج او قضاء الحاجات. تحافظ على نظافة المنازل. تعطير المنزل. وحكواني الكرام النظافة من الايمان. ان الله جميل يحب الجمال. فمهم جدا ان منزل الانسان المؤمن او المنزل اللي انت هتفتح منه نافذة الى السماء بعمالك وطاعاتك وذكرك للقرآن الكريم. يكون منزل رائحة طيبة. منزل مرتب ومنظم. مهما ان كان ان كان منزلك منزل فقير او منزل غني. ولكن مهم ان يكون نظيف ورائحته طيبة. وبابسط الاشياء تقدر ان انت يعني تحقق هذا الشرط. وطبعا زي ما قلت مهم ان احنا نحافظ على الطاعات. نكسر من الاستغفار الصلاة على سيدنا النبي. ومحافظة على اسكار الصباح والمساء. وتشوف العجائب بامر الله رب العالمين. نتيجة هذا العمل زي ما قلت من اول يوم بتشوف النتائج بتاعته. ما نفعش ان انا حققت شيء اتوقف. خليني مستمر. طب انا بعمل مجربة تانية وحابب ان انا نفس دي. انت بتعمل مجربة تانية وبدأت حسيت منها نتيجة وتغيير وشفت منها نتائج حصلت معك. حابب ان انا اجرب دي. عشان ما اسقلش على نفسي. انتهي من المجربة الاولانية وابدأ انفذ الشيء الجديد. طب لو انا ما لسه ما عملش اي حاجة في القناة. نفذ ده او ابتدي بديه على طول. اه احنا دايما يعني بنعمل ايه في اصير العرافين? بنجيب شيء جديد وبنعمل معاه تركيب من المجربات القوية اللي موجودة في القناة. وبنرفع قطقته اكثر واكثر. يعني بنعمل زي دايما تحديث للمجربات القديمة واضافة عليها اه اسقار جديدة واضافة عليها اصرار جديدة من اصرار الزكر وايات القرآن الكريم. فانت لو في اي شيء واقف معك من القديم تقدر تنفذ احدث الحلقات اللي موجودة وكزلك في حلقات من الحلقات القديمة زي حلقات الشفاء او دائرة الشفاء او من الحلقات الكبرى او اي علاج من اصرار صور القرآن الكريم يعني علاج بصورة قرآنية كاملة او فوائد الصور القرآنية الكاملة تقدر تنفزه بدون اي تفكير لان يعني مفيش منه اي ضرر بالعكس انت لو عندك اي مشكلة او اي شيء هينفعك بامر الله رب العالمين هتمنى ان شاء الله ان الحلقة تفيدكم وانا واصق بامر الله رب العالمين لان هي من الاسرار اللي اتحدى بها اي شخص عنده اي امر متعسر لما ينفزها هيشوف عجائبها وانا واصق ان هو هيجي وهيبشر اخوانه ويكون سبب في تشجيع اخوانه واخواتنا الموجودين في القناة اه ما تنسوش اشتراك في القناة تفعيل جرس اعمل شير وبقوة كون سبب في نشر العلم وشاركني اجر نشر العلم ما تنسوش تتابعوني الاصر العارفين على الفيسبوك ما تنسوش تتابعوني محمد علي على الاستجرام عشان تشوفهم تجارب الشفاء ومتاجاتنا في الاحجار الكريمة قبل ما نسى في حلقة ندرة وكنز من كنوز الشفاء للامراض العضال اي مرض مهما كان هتكون هدية السنة او الهدية العام الهجري الجديد الكل ان شاء الله ينتظرها بامر الله رب العالمين هتكون يوم السلساء القادم حلقة كنز 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 في الشفاء مهما كان الامرض او المشكلة اللي انت بتعاني منها هتنتهي وهتشوف الشفاء وتسكين الالم والشفاء الفوري في نفس اليوم من اسرار القرآن الكريم وتكون هدية اسرار العارفين بمنسبة العام الهجري الجديد والسلام عليكم ورحمة الله